موسيقى السلام عليكم و اخير انا بل نزلت الايفون SE2 او SE السي 2 فلو متكلم عن المغارر مغارر من الايفون 8 فالقطاع هذا كل اشخاص اللي مغيروا الان من الايفون 6 جالسين 6S الايفون 8 يجبون يغيرون مواصبات اكثر فراح يشترون الايفون SE موش موجه لاشخاص الذين لديهم 10R الذين لديهم 11B ذات الجهاز او استخدمت الجهاز او عذا كنت تستخدم الجهاز او جهاز تاني يكون عندك مثلا الاضطورى او شي تقرد ايفون SE او الاشخاص الذين يجبون يجربون ايو اس فعومت خوفين والسعر غالي فقدرون يشترون ذات الجهاز مشبه لتكلمي كبداية الشاشة والمواصفات بالضبط الخارجيه الماتيريال الصناعة الامنيوم القزاز القدام فوربوينت سفن اتش دي الكاميرا المامية 7 ميجابيكسل الكاميرا الخلفية 12 ميجابيكسل ما يتصور التصوير الليلي فهذه المواصلات الخارجية الزر نفس الزر الموجودة حين بالبصمة فالأشخاص اللي يبون بصمة و متوهقين و جالسين على لايفون ايت لان ما يبون لايفونات الجديدة بدون بصمة فيقدروا يشترونها الأمهات الأشخاص مثلا على حسب الأشخاص مثلا الأمهات الأول الحريمة اللي يتنقبون صعب أن يطلعون برا يفتحون الجهاز بالفيس اي دي فبالزر البصمة موجودة حين أفضل فهذه الأشخاص هذا الجهاز الموجه له كمواصبات داخلية الجهاز رح يجي بالأي ثيرتين فالأي ثيرتين نفس الآيفون اي لغين وبرو ماكس انتم مستوعبين ان الجهاز يبدأ من 399 دولار يجيكم مواصفات مواصفات جهاز قوي معالج الداخلي اي ثيرتين فشي قوي الجهاز يدعم الواي فاي 6 برضو الجهاز يدعم الاسم فمش اللي باقي فالجهاز اللي يلعب بب جي اوكي اذا كنت تقدر على بب جي شاشة صغيرة رح يكون أقوى من الايفون 8 معالج أقوى لكن ما رح يكون فرق كبير لكن لو بتغيرنا بالايفون مثلا 10 الايفون 8 الايفون 6 اس الايفون 6 100% يغيروا يعني الجهاز 399 دولار يبدأ من 64 جيجا فممتاز لحق الألعاب ممتاز لحق الأداء البطارية على كلام قبل انها رح تكون نفس الايفون 8 لكن متوقع انها رجم يكون أقوى شوي لان الجهاز رح يكون مرتخصا بالA13 لكن نشوف قدام الجهاز رح يكون فيه تصوير بورتري اللي هو بتصوير العزل لحق اللي قدام لكن بالكاميرا الأمامية لكن لحق البشر مش نفس الايفونات ال11 والاجهاز اللي بالفيس اي دي اللي قدام رح تقدر تصوي بورتري او عزل لحق التصوير حتى لو او اي قطعة عندك ما يحتاج بشر ممكن شي حلو برضو في التصوير في برضو استيريو مايك فانت تصور فيديو كذا رح يسجل لك استيريو حركة حلوة مش موجودة في الايفون 8 في الجهاز القديم لكن موجودة في الايفون 11 قلت لكم المعالج قلت لكم مقاومة القبار لعمق متر في 30 دقيقة بالاي بي 67 فهذه الأشياء اللي تغريبا الجديدة والأشياء اللي محضوطة في الايفون 8 السعر مغري بقوة أنصح أي شخص يريد الجهاز لحق واتساب يريد الجهاز لحق انستجرام بس لشياء هذه الخفيفة لأمهات لأشخاص اللي معلوهم بشغل بالتغنية لكن يريدون جهاز عملي هذا هو الجهاز موجود لو بتغارن الجهاز بالايفون SE الغديم ما رح يتغارن طبعا لأنه على كلامهم إن الـ GPU أو معالج الرسوميات رح يكون أربع مرات أسرع والـ CPU هو المعالج نفسه معالج الجهاز رح يكون 2.4 أسرع فشي قوي لو بنغارن الآيفون SE مع الآيفون مثلا 8 آخر جهاز لأشخاص اللي عندهم آيفون 8 رح يكون المعالج الرسوميات مرتين أسرع رح يكون معالج الجهاز نفسه رح يكون 1.4 أسرع لو بنشوف لحق الآيفونات لأشخاص اللي عندهم آيفون 6S الغديمين فالمعالج الرسوميات لحق الألعاب اللي بيبون لعبون ألعاب رح يكون أربع مرات أسرع وراح يكون في المعالج نفسه مش معالج دوسما في المعالج في الأداء والأشياء رح يكون 2.4 أسرع يعني 2.4 مرات أسرع ولو بغارن مع الآيفون 6 فيه أشخاص يلعن جالسين على آيفون 6 نصيحتي إشترى آيفون 6 عندك نصيحتي رح يكون عندك فرق قوي حتى آيفون 6S نصيحتي إشترى آيفون 8 أوكي إذا شقال معك الجهاز تشتري لأن معالج الرسوميات في الجهاز رح يكون 10 مرات أسرع والمعالج نفسه في الأداء الجهاز رح يكون 4 مرات أسرع فشي قوي خاصة برضه يعني آيفون 6 6S ما عندهم ويرس شارجن فالجهاز هذا آيفون 6S رح يدعم ويرس شارجن فخلاص الجهاز كامل شرحتين ويرس شارجن المايك أفضل تسجيل الكاميرا ممتازة أفضل في 6S وال6 الاسم قلت لكم عنها الواي فاي رح يكون أسرع على الواي فاي 6 إذا كان عندك راوتر واي فاي 6 ما باقي ما تبين يعني مغلوم مثل ما الغبار أفضل بنسبة لي نفس الشي تغريبا فالأشياء هذه كلها يعني تخليك تشتري آيفون جديد بطري 100% رح تكون أقوى من 6 6S رح تكون أقوى بكثير الكفرات عندك iPhone 8 رح تركب عليهم فالجهاز الجديد رح يخلي الأشخاص اللي عندهم 6 وقف عليهم النظام لأيوس 13 ما نزل وال6S اللي يمكن يوقف لأيوس 14 يمكن أو 15 وجهاز مثلا بطيء يخلي مشترون للجهاز هذا الفئل محددة لحق الأشخاص المشترون لو بنتكلم عن الألوان الألوان تأتي تأتي أبيض أحمر وأسود في كلام عن قلت لكم الذاكرات يأتي من 64 128 250 فذاكرات كوية يعتبر 64 399 228 450 250 550 550 ف نصيحة يشترى لا تشتري 64 إذا كنت تابي لحق السنوات اللي قدام يعني لحق 3-4 سنوات يشتر 128 250 250 إذا كنت تابي 64 إذا كنت استخدام خفيف اشترى لكن إذا لحق سنوات قدام يعني ولأ تابي تحذف شي اشتر 120 أفضل لك أو 250 فهذه المواصبات كلها الجهاز الاشياء التي يجي بالجهاز نفس تيفون الإلاثة نقول شاحن البطيء سلك سماعة والجهاز بس هذا الأشياء التي رح تيجي في العلب داخل ف الجهاز ممتاز أنصح كل شخص يشتريه ما شارعوا إلى الآن آيفون 10 أو 10 أو 10 10 10 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 19 ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة علشان تشوفون كل جديد وراح يجي الايفون عندنا وراح نسوي الرفيو برضو في القناة ونشر المقطع عماليك المقطع تعليقاتكم بتحت تهمني ولا تنسواني فضل دعاكم ولا تنسوان المسابقة اللي موجودة في القناة بس نوصل الى 10.000 راح نبدأ مسابقة على السحب على الـ AirBots واشتركوا في القناة وفتحوا فيديو المسابقة واشوفوا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة